فهلا أحيوة عدوح ليه يا بني؟ مرحباً 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 24 ليه؟ ليه؟ أوه يا صوت المكيف ذالي اشتقنا على في القرية يا ولد الله باللهح فيه حها مرحباً مرحباً فهنا عزل مرحباً لا يخذ عيون وليقما ما أسرع تقوم بالكاة يفهم على درغة حب العيون سهلاً أها بشمaga العطا سهلاً تقوم بالأرود أسلام بلن يملك هذا? أريد دعني شوفان على العطا شيف الله عز وجاله يا رقائري الله يشوف ممكن اقول لك هذا كلام تجار عشان يصير فيه اشياء في السوق ممكن على حسب المناطق على حسب السكران على حسب العدد انا اقول لك اذا شفت ارف قدامك اشترها رخيصة ولا غالية طيب انا اشتري بك تشتري وتبني من حقك تقدر تشتري وتبني ماذا راضي غالية لا تشتري لا تشتري مليون في ممكانه في ناني لماذا اخترت هذه ممليون لماذا تروح في ممكان الدعيد خلق جنوب الرياض شرق الرياض اطلع 300 600 700 يا رجل كم مساحات 700 يا سلام اطلع يا سلام اطلع يا سلام يا سلام يا سلام تقريباً تحدي ثامنة سنة والمكتب لو ما داومت فيه كل يوم أمره لو جاء بكرة ما داومت جيني لكسية صار روتيني اليومي أني أداوم فيه كل شي لازم أداوم فيه في المكتب شغل، أعمال، أقار، ترميم، بيع، الشارع، تحديث سكوك صارت عندكم أرض مثلاً شروعتوها مثلاً 500؟ بعضناها مليون بعتوها كم الفترة؟ خلال شهرين العقار ابن مبار العقار يمرض بس ما يموت تعرفها مقولة هذه؟ أي من معروض؟ يمرض بس ما يموت طيب اللي يملك عقار قديم، يبيع ولا يخليه؟ إذا شاف إنجاه سعر كويس له، عادي يبيع إذا هو محتاج، إذا محتاج ما بلغ يبيع أما إذا هو بس كذا كلام فاضي، لأشي يبيع؟ إلا إذا كان فيه بديل له تعرفت؟ إذا كان فيه بديل، أنا كانوا عندي ناس باعوا، زي ما تقولوا في الجنوب، في أبهى، في الدمام، في، والله أنا خلاص، أنا استقريت، أبغى الرياض، أنا إنسان أبغى الرياض، باع كم أرض؟ يمكننا باع ثلاث أراضي، أو أرضين، علشان يشتري أرض وحدة في الرياض؟ هل تتفق الآن أنت معي على الموضوع؟ إن الأراضي، المشكلة ليست البنية، البنيان عادي، الأول بنيان عادي، إيه؟ لا، حتى فيها أراضي، أراضي موجودة، بس إنها أكثر، 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 بس هل حسب الحي اللي أنت تنطلق فيه؟ لا أفراط أو لا تفريق؟ أقول لك قصر تشوف الحكومة الحين ما قصرت، فيها أشياء مسحلين للنعقر، جميعاً أشياء واتت مثل؟ سكني ومدروي، برامج، عادي، عادي أقول سميحة أو لا إيه، السكني معروف؟ عندك سكني وعندك واتت، واتت، الشركات اللي يبنوها تبع وزارة الأسكان، أعتقد تبع وزارة الأسكان، في وفيفا تشترونها بقيمة لك الرمزية 600 إيه، تقصدها لين تجهز بس بعضهم يقول لها أنا بابني يعني بعضهم يقول لها أنا بي تخطيط على كيفي بس ما عندي فيه تخطيط على كيفي يا حبيبي الآن تبني على الكود السعودي، الكود نظام السعودي الجديد حل اللي هو درج في الصالة نظام تحطي دور دور ملحق، تحطي لك ملحق، تحطي لك مدرويش عشان لجي تطلع تمام، شهادة تمام البناء ما يطلع كأهلاً لأنه يطلع عندك مفتش، يطلع عندك مراقب حتى يمكن الأول ما تحفر الأرض، تصب الميدة، يطلع معك المكتب الهندسي اللي أنت روح تلاتي بيطلع الشهادة، عشان يكون العقار معتمد يطلع معك المهندس، يطلع شوف الصبة، شوف الميدة، شوف الدفان، شوف العمدة، شوف العصياخ يطلع معك الميدة، يجيب لك اللصياخ، الحدايت، يسويها كلا، ينزلها، هذي غرط يجب أن ينزلها أو شيء في الأرض، ثم يسكرها، ثم يسوي فيها، ثم يصب الميدة، ثم يصب الخرصان، ثم يصب الخلطة أطلع معك الميدة